هذا بيان البيانات الحلقة الثانية من شهادة وزير الدفاع العراق اللي أسبق الفريق أول الركن عبدالقادر العبيدي السلام عليكم السيادة الفريق معركة الفاو وحدة من المعارك الفاصلة والمهمة في تاريخ الحرب العراقية الإيرانية وهي من المعارك التي حسمت الحرب هناك معلومات تقول إن الإيرانيين ضللوا بالاستخبارات العسكرية وأنا سميت الهدد العراقي بالمقدمة أو هموهم بأن الهجوم سيكون على الهور بينما هو الهجوم كان على الفاو والاستخبارات أكلت الطعام فهذه حقيقة؟ أبدا هذه ليست حقيقة معركة الفاو من بدت كان قد التحق للاستخبارات العسكرية مدير الاستخبارات اللواء الركن محمود شكوشي وهو ضابط ميداني كفوء جدا ولكن أنا قناعتي الشخصية ومن خلال اللي شفتها في موضوع الفاو يفتقر للتحليل الاستخباري يعني الدورة الاستخبارية للمعلومة يفتقر لها محمود شكوشي وارتكب خطأ كبير تقول الضابط ركن كفوء بس موضوع تستخبارات ميدان 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 صار قائد فرقة هو فترة قائد فرقة وكان آمر اللواء المدرع السباط عشر بعملية الخفاجية يعني متمكن الخطأ الكبير اللي ارتكبه انه مسؤول شعبة ايران السامرائي وفيق 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 السامرائي من اكفأ الضباط في عملية التحليل وخصوصا ايران مختصة واني جربته يعني ملم للغاية عيب وفيق ما يخلق شخص يلي فمحمود شكر شاهد من طلع وفيق لا اسباباني ما اعرفها ما قدر يجيب البديل البديل اللي جابه هو احض ضباطه سابقا حزبي اكثر من ما هو هذا الخوف ان الكفاءة دائما نعم عنانية المهنة اي انا كنت اامر اللواء المدرع السباط عشر بالفرقة العاشرة فاحنا دفعوا المقر دفعوا اللواء مهنة الى مقابلة لمنطقة الاهوار يعني وبديننا نستطلع الكل نستطلع بما فيها الفاو الايرانيين يتحشدون بمنطقة اسمها الجفير الجفير اتأمن لهم الهجوم باتجاه الفيلق الرابع وباتجاه الفيلق الثالث وباتجاه الفيلق السابع الاهوار الفاو التركيز صار جدا عالي من قبل الاستخبارات العسكرية انه الهجوم على منطقة الاهوار هو هذا اللي قلنا التضليل هذا المصيبة يعني على هور الحوازة ايه بالضبط بالضبط المصيبة على شنو بناتر هذا احنا مدنعرف على شو بنو بناتر احنا بالنسبة ان اهم اهم معلومة نقدر نستقيها من الميدان يعني حتى من الجنب البسيط والمرصد محمود مصر الهجوم من الحوازة فديقلهم المراسط كل هذا تقول تقول التركيز راح يصير باتجاه الفاو وليس الهور اذا يصير يصير مشاغلة من الهور والهجوم الرئيسي على الفاو هو ش يقول انا ليه السذكرة احنا كنا بمنطقة شيخ سعد هيك يسمها فاجانا للمقر كان قائد فرقتنا اللي واركوا نصيف الرباعي وقعدنا نصيف الرباعي توسل بي ليه السذكرة وامري الالوية قالوا لا ترى الهجوم على الفاو كان يضحك عليهم انتوا واهمين اتهيئوا حتى تصدون الهجوم على الهور وراح يعبرون لا تخلوهم يعبرون يابا ماكو كل دلائل ترى العملية بحيث العمل اللي صار انه سحبه وقطعاته من الفاو وراحت الهور ايه الهور صار غضب وهي يومية احنا نسوي ممارسات هجوم مقابل علي من اذا صغطت مواضع بالهور على حفة الهور فوجئنا بالهجوم على الفاو والقطعات اللي موجودة هناك ما كانت تكفي لصد الهجوم والقطعات اللي تريد تزجها بمنطقة الفاو اللي هي مناطق اراضي صبخة وصعبة والحركة عليها محدودة والمدفعية الايرانية دقيقة ومضبوطة بدت تتكبد خسائر هاي واحنا بهذا الظرف هم مدير الاستخبارات ايجا قال هذه عمليات جس الفاو كلها جس نعم يا بترى صغطت الفاو تشددتها اش عمليات جس قال هذه عمليات جس وستشوفون يهجمونون الهور والشهود موجودين يعني يتذكرون ثم بدت عملية الزج المستمر بشكل غير وبعد يقول جس لا لا انتهى بعد ما شفنا الزج بالوحدة هذا لو غير ابو يعدم اكيد شن اللي شفعله عدنان خير الله عدنان نعم انا متأكد ما عنده غيره صديقة جدا فبدت الزج للوحدات يعني وتدمر وتشدنا احنا صارنا مقر الفرقة العاشرة مقر منظم حتى اعني الواعدة هاي اهم من الردنفوت وهم كان ندمر يعني بس بس بوقتها بس بوقتها تدخل عدنان خير الله وويا القيادة ووقف العملية انه احنا خلي نثبت ونهيي امورنا ونسوي الخطط وبالمستقبل نسوي هجوم مقابل ونطرد الايرانيين من الفاو واقنعهم ولا هو مستمر يزج مجزرة يعني صارت مجزرة مناطق صبخة تعبانة امكانيات الاستخدام الالي والمدرع محدود جدا يعني بجل لحظة رفس الجاني قال انا سأرسل برقية تهني انا صدام حسين اذا حرر الفاو اكيد الوضع يعني بذاك الوقت وهذه الرسالة هي اثارة اثارة هي استفزاز من توصل لأي استفزاز واثارة حتى يزج المزيد حتى يزج المزيد بطريقة غير مدروسة كانت اكيد بطريقة غير مدروسة وتكبدنا بها خسائر وبذيك اهمينا كثير من الضباط يعني بدون ذنب بدت تجينا اللجان واللجان تحاكم وتريد تعدم وتريد تعدم وعدمت عدمت واللي قدر نجاة شكرا خطيئة واللي خلص تالي وقت لحق عليهم عندنا خير الله خلصهم وانا اذكر منهم واحد اسمه خالد عويد دازني علي على الوزير دازني قاد الفيلق الرابع فاب السلطان وقدر يوقف اعدامه ايه هذا ايه فالعملية ما للفاو هي هذه يعني خطأ ستراتيجي فضيع واستخباري فضيع كانت اكو معلومات تقول ان العراق يتلقى معلومات استخبارية من دول لأي حد هذا الكلام صح الولايات المتحدة الامريكية وخصوصا بعد معركة الفاو بدت تطيصور جوية للمواضع الايرانية ودقيقة جدا ومعلومات دقيقة وجزء من الخطط العسكرية التي تنفذت اعتمادا على هذه ومصر صعدت بشكل كبير جدا تدريب القوات التي تشتغل بالأعماق يعني خلف خطوط العدو بالاستخبارات العسكرية وكان هناك الذكر ضابط يجب رتبة لواء مصري ويعني في حوالي 151 يدربون واسسوا كتائب الاستطلاع العميق وفادع بشرية شط العرب وعبرون ويسوون عمليات ويرجعون وكان اكو تعاون استخباري ويا مصر بريطانيا بريطانيا كانت ايضا يعني انا من الناس اللي رايح لبريطانيا وكان موضوع يعني التسليح تشفتن خصوصا ردنا انقاذ حصلنا لها انا شخصية رايح البريطانيا وايضا اكو كان تعاون معناها اكو خلية استخبارية امريكية بغداد كانت بالعراب لا 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 ارسال لهم بس انت معروف يعني ماكو سفارة بالعالم ليس الامريكية فقط ما بها محطة مخابرات ماكو يمكن احنا بس بعد الالفين وثلاثة العراق وقف هذا الموضوع ولا كل العالم السفارات هي يعني مصدر معلومات عن اي بلد هي موجودة وتوجد شخصيات يعني منصب من المناصب بالسفارة يعني كان يكون سكرتير اول بس هو يرتبط بالمخابرات نعم جمع المعلومات يعني تحرير الفاو في 17 نيسان 88 كان جزء مننا بناء على معلومات استخبارية امريكية استخبارية امريكية كصور جوية نعم جزء من نعم يعني اعتمدوا على القاعدة المعلومات قاعدة معلومات لا مهو احنا صار عدنا شغلتين كان عدنا الميك 25 الميك 25 كان الصور الصور النقمار الصناعية الامريكية كانت دقيقة جدا وكانت تساعد لبناء خطط نرجع لفترة وجودك مع عدنان خير الله نعم كان عدنان خير الله يشعر بالمضايقات خاصة بعد بروز حسين كامل ورا بروز حسين كامل كان يشعر بالمضايقات وكان منزعج يعني من الصعود الغير طبيعي عدنان خير الله منصارة الحرب ويا ايران واردنا الروح للجبهة عدنان خير الله ما عنده مرافق ما عنده ما عنده مرافق فالرئيس خصص له الملازم حسين كامل وشخص يعني حسين كامل نفسه؟ اي اي ملازم حسين كامل وشبيب واحد رجل اسمه شبيب شبيب المجيد المجيد كان يرتدي ملابس يعني موظف هذا حج ثمانين اي دحشيلك يمكن نهاية شهر التاسع يعني من رحنا للبصرة واحد اسمه نعمان ثلاث احنا هذول اللي موجودين رحنا للبصرة وكانوا هم المرافقين الى هم المرافقين وهناك يعني شاهدت مستوى حسين كامل طفل كبير ما سامعي يمكن الى انواع كلمة لا كان ضعي يعني صغير امام عدنان لا شيء ملازم امام فريق اول ركن الجيش يعشقه فريق اول ركن باستحقاك باستحقاك وهذا ملازم اضرب لك شغلة واحدة مثل واحد فديهم مرينا اللي قادة ياكل قصعة ويد جنود عدن شاف حسين اي تدري هذا هذي ترى شكل عليها مجلس تحقيقي على الضابط لان الاكل القصعة التعيين اللي احنا نسميه هذا خاص بالجندي الضابط ما من حق ياكل من الضابط عده لجنة ومطعم يدفع فمن فتق ليه عبدالقادر بهدوء جره لحسين كامل هذا عيب كله فرحت خدت لحسين قلت له يا بابا علي ترى موارده تتبع تاكاك القصعة للجنود قال ذوله مون نصهم من الديرة قلت له واذا من الديرة ما يصير قال له عدوين اكل قلت له احنا اكو ميز مال طعام ينصب وانت حامل مرسوم جمهوري على شدفه راح اقول للسيدة الوزير تعالي قاعد يقول ويا نوكل قلت له قال جيبة ولو ما ترها ملازم قاعد ياكل ويا جبار شنشير عبدالس الاسدي يعني من الصير القاعدة شخصيات شبيرة المرة طلعت انه غير شغلة حسين كامل من يقعد ينط نط تدري احنا من نقعد بالاستعداد ويا هاي القيادات من يتنفس من مديدي دينا على الاكل اذا ما يمديده من خلي الخاشوقة باستكانة شاي اذا ما هو من يتنفس وهاذا نطنطه هذه وهم قال لي جرع على صفحة فهمة هذه مو اصول لان عشية وضحاها من هذا الوقت الى 82 83 احسين كامل يصير عقيد حرق مراحل يزين تدري هذه القفزة شنو وورا ما صار عقيد يعني طلع من عدنان لا لا هو ما يجوي مجرد فترة قصيرة وبعدين جابه ومرافق وانتهي الموضوع هاي الفترة يمكن ما تتجاوز سابيع يجويانه بتجابه ورجعه بس عند احتيلك هذا وين شان وهذا وين شان ومن وصلنا الى 83 84 بدت موجة حسين تصعى ومن صارت قضية تصنيع العسكري وزير الدفاع قاعد بمكانة عندنا المكتب الفني اللي موجود عليه اللواء المهندس عامر محمد رشيد اللي صار بالتصنيع العسكري وصار وزير نفر بشخطة قلم وبدون علم الوزير ينشال المكتب الفني كله يروح يوم حسين كامل يعني تطير هذا الوزير شي يصير شين رد فعله رد فعله قال حسين كامل رح ينهي العراق وما كان يسمي حسين كامل ولا حسين حسوني قال حسوني رح ينهي العراق وما يجرى يحتي ويصدام حسين بهذا الموضوع الظاهر يعني أنا ما أعرف يحتي لو ما يحتي بس الظاهر أنه الموضوع طلع من نيده ما كان موهج حسين كامل يجرف 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 إلى أن قلت لك بداية الأربعة واثمانية جاني الولد كان مقدم ما بعد عقيدة وعقيد ما أعرف قحطان عبد اسماعيل لنعدم بمال المحاكمة مال الطائرة وما دل شنو جاني قال لي هم حكم شغلهم بالاستخبارات يتنصطون فقال لي بدالة ما يرموك تتنصط على أكو بيها مجموعة من المخابرات تتنصط على وزير الدفاع على الموضوع على عدنان اي قلت له هاب هذا نهار هو شغلة قحطان استخبارات وهم يكلفوهم دكتور حميد تتنصطون عليه فاين يروح يروح للبدالة يتشطلون عليه ويبدون يسجلون له فهذا من راح ذولة ربعة فلقى في هاي الشغلة قلت له أنا بهيش مواضيع ما أدخل ومع ذلك إذا تقدر تجيب تسجيلات تجيب شيء أقدم ففعلا يوم الثلاثة جاب تسجيلات وديت الهي ضد تسجيلات مكالماته اي قلت له هذا كل شيء ببدال هذي من وصلت الهياء يعني وراء عشر دقائق ربعة ساعة ترك الوزارة وراح قاعد بيته باليرمك وستغرقت العملية شهر أكثر من شهر يلا يجي صدام رضا بالجول ومن وراء حسنا كامل تعتقد هو كانت هاي عملية تخص المخابرات بس هذي هذي مو من وراء صدام حسنا لازم يدري بها صدام حسنا مع كل المخابرات يجسسون على عدنان يوثقون مكالماتها بدون علم صدام حسنا مستعيد لا مو هي جزء منها يمكن كان يحشون ويحشون ويحشون يعني اللي دا يسجلو ويحشون 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 ويقبلها يعني صدام حسنا المهم هذا الشيء اللي دا أقول لك بدل كيرف ينزل يعني شكوك عدنان خير الله أنه هو شخص يعني موثوق بي أو شخص ما علي علامة استفهام بدأ يشعر به بدأ يحس به كان يحشي بس على حسين عدنان من ضايق بس مني حسين تقريبا يعني تقريبا بس ما ما يتحدث عنه هو قلت لك أنا يجوز أكوش خاص كثيرين آخرين بس ما يتحدث عنه ما يتحدث بس حسين لا سامع عنه بس ما يتحدث عنه الرئيس بسوء ما سامع عنه أبدا بس كثير من هذه الأمور من كان يتكلم يقول يريدوني أتآمر أتآمر أنا مو من هذا النوع أنا مو أتآمر حرفيا هذه الجملة ذكرها كل جيد وسمع حل هاي الأشرطة أكيد كانت يعني موضع مؤلم ومتعب بالنسبة إلي قلت لك ترك الوزارة فكر يستقيل هو اللي افتهم تقدم استقالة بي وراهاي أي نعم لأنه قدم استقالة وراح قاعد بالبيت وكانت عندنا مشكلة يعني المشكلة أنه هناك عقود هائلة مع الحرب وهذه بها غرامات تأخيرية نجموه يوقعها طبعا يوافق عليها فليه ستذكر المغفور لمرحوم عبد الجبار شنشل كان يتصل بيه ابني ليش وده البريد يش يقول لاني ما قدر بالله ما قدر احتي أنه صار هي شي وصار هي شي إلى أن قلت لك اتفقنا عبدالستار المعيني وقدرنا نقنع لوزير نسوي جداول نوجيه الهياي أشرها بصاح وغلط وأجيب لهم وإلى أن صار الصلح ورجع صدام زار البيتة البيتة زار في يوم أني يمه حتى قالوا لي أنت غادر غادرت وقعد يوم بالبيت أي بالبيت باليرمك أيضا أكو حديث أنه عدناني الضايق من أبوه اللي لمسته هذا يعني أنا من نجية أبوه مو من النوع اللي يتوسط يعني يتوسط بشغلة نقل ضابط وتجيب واحد وتودي واحد وترفع واحد لا ما لمسته كانت المشكلة خير الله طلفاح الكتب لأن أنا أول مرة التقيت محجي خير الله أجي للدائرة وعنده مجموعة كتب يمكن فت خمسين كتاب حتى استغربت فطلب مني أن أقدمها للوزير حتى بالجيش يعمموها يعني يشتروها والجيش تدري كبير فقلت لأني ما أقدر هذا مو من مهامي أنا أعرض على وزير الدفاع ونظام أتركهم أعرض لأنه هذه كتب ما لابوك خلتن باع بالله قلت لأ ما أقدر أنت أعرف فهو الرجل من ودينا الهياء وقلبهم قال أنا أردبني مقاتل ما أردبني ملة أبوه موجود كان قدامه وجه قال أنا أردبني ملالي بالجيش أنا أردبني مقاتلين فهذه الكتب محرمة ومو ممنوعة ما أقدر فكان موضوع بسيط ومشي لكنه في أغلب أذنني بالأربعة واثمانين عندنا خير الله أنا كررت أنه هو متواضع جدا يعني ما تلاحق تسلم عليه هو يسبقك بالسلام فرغم أن عسكر يجي صباح حد الأيام عصبي جدا لا أرد السلام لا شي سألني عدنا أمور مهمة جدوى الأعمال ما اليوم قلت له عدنا رئيس الأركان والسفير الروسي على موضوع قل خابر السيد رئيس أركان وسلم لي علي أنه يجي وأنا السفير الروسي لا أقدر ألغي الموعد فراح أتفاهم طريقة دبلوماسية أصرف استقبل وزير الإعلام لطيفا صيد جاسم والله أجي السفير الروسي دخل يجي لطيفا صيد جاسم استقبل الرجل أنا دائما من يجي السفير الروسي وياه مترجم أنا أيضا أكون مترجم ما خلاني أروح إياهم طلع السفير الروسي لطيفا صيد جاسم وضع مو تمام أي مرتب وراها أجي السفير السعودي أجي السفير السعودي ودخله وبدأ أسمع الصوت يعني مو طبيعي ويا ما دا يتحدثون إجي خير الله خير الله من إجي بلغت بي راح يمهم ارتفعت الأصوات بشكل عالي فأسمع خير الله يقولهم أنا ما لي علاقة هذول الأعضاء مات جمعية التراث اللي ترأس خير الله هم سووا هذا أنا مم سوي هش شنو اللي صاير اللي صاير أنه أكو كتاب من ألف رجل دين سعودي صار لدي يشتغل به عشرين سنة عشرين سنة يشتغل بهذا الكتاب مدري شون لا كفيل الكتاب ذول ربعة جمعية التراث ودير يدون يساوي باسم من باسم حج خير الله وبيعوه بعلمه طبعا هاي مو مع عبو الله هو دا يقول مو بعلمي هو راح الدار حقه هو رب ينجاز وحتى منطلع ما أدري لي شان يشت مبطاها ياسير رمضان ما عرف شنو علاقته بالموضوع بيقول مو بعلمي فمن طلعت طلعه افتهمت انه هذا الكتاب رجل مشتغل به عشرين سنة كان يريد يطبعه عن الشغلة اللي صارت يعني مطبوع له لا هو داي يشتغلون به احدى المطابع وحددوها للمطبع ما ذكر اسمها لا لا هو السعودي طابعة داي هيئة بعد ما مكمل بالسعودية بعد ما مكمل وشون وصل ما يعرف الطريقة مال السعودية يعني شون وصل داي يطلع عليه ما عرف واصلة نسخة منه السفير السعودي شخصيا وظاهر السفير السعودي لصدام رايح قال له مو يشي صدام خبر للوزير واللطيف صيف جاسب صدر الامر المطبعة شمعوها واتأكدوا اي مسودات مدري شنو كلفوا الاستخبارات وغيرها تحرقها وينتهي الموضوع لكن تفاجأنا بمفاجأة هائلة جمعية التراث جدامها مظاهرة مع المواطني يا بخير ها جمعية التراث تشتغل بالكتوب طلعت تتوزع اراضي للمواطني ما اخذين فلوس مني مفلوسي بالدورة السيدية منطقة اسمها التراث العدل يعني مساحات هائلة وفلوس كبيرة فبدي انا بمشكل جديد لأن هذا المواطن ما اريده يعني هذه الدولة تكذب عليه وهذا خير الله يعني صدام حسين يعني وحد ناط فكلفت بوقتها جمعية بناء المساكن التعاونية للضباط وأعطت أراضي لهذول المواطنين يعني لأن أنا ذكرت تابعتها أعطت الأراضي بالدورة وأعطت أراضي بالسيدية وكنت أقدم يجيبولي موقف جمعية أقدم للوزير أنه هل قد مواطنين نطيناهم هل قد مواطنين نسددهم وهي مو شغلنا وإحنا بوقت هذا بدون أن ندخل بالتفاصيل ما زلت مقتنعا أنه سقوط طائرة عدنان خير الله عمل ودبر بدون أن ندخل يعني هو حتش عنه سيف صديقي جدا أبو سعد نعم بس الموضوع أنا ليش ما أشكك بي ليش أنا موجود بالتعاقد جزء أو فقرات من التعاقد كل تطوير يدخل على هذه الطائرة يجب أن يخبر به العراق ومن حقه أن يدخل بعقد فرعي نقدر نقول عليه أن يدخل هذا التطوير على الطائرة أي حادث يصير على هذه الطائرة الشركة تكون معنية أكثر من العراقيين به لأن الطائرة هاي من تسقط اللي يصير أنه يوقف طيرانها بكل أنحاء العالم اللي يمشتريها منهم هذه الطائرة سبق أن قلت لك أنه أنا طاير بيها من البصرة باتجاه بغداد والطيار يجوز راح يشوف هاي الحلقة أنا وياه هنا أكد لك عدنان خير الله مو طيار عدنان خير الله هاوي طيران بس يقود طائرة ولكن حتى مو كو بايلوت أنت ذكروا لك أنه عدنان خير الله كان هو البايلوت لا عدنان خير الله دائما من يقعد يقعد كو بايلوت مساعد وفي كثير من الأحيان يرجع لي وراء ربا ما بديت الرحلة هو صار أبدا خصوصا بهذا النوع من الطائرات بال بي كي 117 عدنان خير الله نعم يصير كو بايلوت بال بي أو 105 يصير كو بايلوت بال بال بي أستي لا عدنان كثير من الأحيان يبعد لي وراء طيارة مع البي هاي بي وطيرون بي طيارين في حول أنا منطرت وياه قلت لك جايين من البصرة وبعد 60-70 كيلو أشر الرادار قال له أمامك غيوم بزوابع عرعدية هو قاعد يمي عدنان خير الله طيارين اثنين قال له لل للبايلوت قال له اش راح تسوي قال له ما عندي غير أنحرف منها لو أرجع قال له لا ترجع وين راح تنحرف قال أفضل شي قال له أنحرف باتجاه إحنا تدري من البصرة جايين باتجاه الشرق يعني باتجاه إيران قال له لا يلكفون الطيران الإيراني قال له باتجاه الغرب أضطر أنزل بالكوت حتى أفول قال له أروح فأخذ طيار فره واتجاوز المكان ما للغيوم الرعدية سي بي كلاودز تجاوز ونزل بالكوت فول ومشينا تأخرنا نعم فالطيارة أنه ما اكتشفت العاصفة أو ما اكتشفت شي عدنا خير الله يطير بدون أوامر بدون موافقات بدون رسالة أنواع جوية من يقول هذا مئات المرات أنا يطير إذا ما تجي رسالة الأنواع ويلتزم يعني أنت ما زلت يعني تفتر ما ريد أتهم بس الموضوع زين طيارة العدك تقول هيتش كل من يقول لك ما اجدت الشركة اللي أن من حقها هذا نفو يقول ما اجدت شركة الشركة وصلت وطردوهم من مطار بغداء من يطرد من يطرد المنصر حتى يطرد المخابرات الموجودة بالمطار وليش المخابرات يطرد أمر جاه من أين من حسين كامل الحسين كامل أنا ما أريد أتهم يعني من أي جهة حسين كامل ما عنده سلطة على المخابرات بالأمانة حسين كامل ما عنده سلطة على المخابرات حسين كامل عنده سلطة أكبر من سلطة صدام حسين لا بس يما دخل حسين كامل أمامي لا لا دخل المشادات مع المخابرات وما نفذوا له فهي وقائع معروفة أحشي لك وراء الخمسة وثمانين ستة وثمانين ماك واحد يقدر يتنفسه يا حسين كامل أما وراء الواحد وتسعين إلى أن خمسة وتسعين انهزم أيضا كان أنا أنا هو صار وزير دفاع وقلت لك أنا مقدم وهو ملازم جدت الدنيا فريق أول ركون حسين كامل أنا عميد ركون مدير الدروع وده أنطي دراسة ده ألقي دراسة حول موضوع منظومة اعداد والضباط ودراسة أخرى قدمتها حول الكادر التدريبي والتدريسي ده قدمي من ضمن الحجي اللي ده سمعه قال أنا بكثير من الأمور ما أرجع للقائد العام القوات المسلحة أنا اتخذ القرار وقاعدين القيادة العامة هذا موضوع قلت لك أنا الرجل راح ادار حقك ما أردد تهمه بس هذه 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 التساؤلات اللي موجودة عندي ما حد جاوبه من حق الشركة أن تجي من حق الشركة أن تشيل كل الحطام وترجع تركبه حتى تشوف ليش هذا صار خلينا نروح الفاصل ونروح لمحطات أخرى مشاهد كرام وقفة ونتواصل مع ضيفنا وزير الدفاع العراق الأسبق الفريق أول الركن عبد القادر العضايد مرحبا بكم الآن انتهت الحرب العراقية الإيرانية وفي التسعة وثمانين قتل عدنان خير الله بحالة الطائرة بأن مقتل عدنان خير الله ودخوله لكويت فترة قصيرة بهذه الفترة اللي هي سنتين بعد ما انتهت الحرب كان عدتكم تصور أن الجيش سيدخل حرب أخرى؟ أطلاقا لا أبدا أبدا إحنا بدينا وراء ما انتهت الحرب العراقية الإيرانية أنا كنت مدير الدروع مدير دروع؟ مدير دروع كنت أامر مع этот دروع وبعدين أامر مع هاد دروع ومدير دروع وووزير عبدالجبار شنشيل مو؟ الوزير عبدالجبار شنشيل من كنت أامر معاهد دروع لا كان هناك expect الله بعده. بس بعدين الجيشين شيلوا. فالشغل الشاغل اللي كان انه هو اعادة التنظيم. هيكلة الجيش. 50 فرقة اتكون. ايه. فاحنا بالنسبة ان انا كصنف مدربة. بالمناسبة احنا دخلنا الحال 12 فرقة. بالضبط. 12 فرقة. 12 فرقة. اخر فرقة قوات الـ 12. الـ 12 اللي نعم. وطلعنا بـ 50. طلعنا بـ 50 بس معظمها مشات. فرقة يعني. اكيد. فرقة فرقة كاملة. فاحنا كان عندنا بالنسبة للدروع انه انهيكل الكثير من التشكيلات. وانسويها احتياط. هذا الاحتياط الى معسكرة. الى ترتيباته. وتبقى الآليات موجودة تدام. ويخلون بها 15 الى 25 بالمية من الاشخاص كتنظيم. بس المقاتلين مالتها معروفين يعرفون نفسهم. انه عند الحاجة شي يسوون. بس تطلع كلمة سرب. يتعلن بالتلفزيون. يخبروهم. يلتحون. ويكون هناك تدريب. يعني نصف سنوي سنوي لهذه المجموعات. حتى تعيد امكانياتها. وكنا دا نشتغلوا هذا الشغل. يعني ما بذهلنا انه ندخل حرب ومعركة اخرى. ونحتلل الكويت. ما كان موجود. ابدا. ابدا. حتى عندنا فكرة تطوير. يعني احنا شفنا. وهنا لازم اكون دقيق وحذر. انه الخلل اللي موجود بالدبابات الشرقية. عن الدبابات الغربية. انتو شعركم دبابات شرقية. سوفيتية كلها مو? سوفيتية. تي 72. وشفنا من حصنا على غنائم كان يسموها. من ايران? اه من ايران. شفنا الفرق الهائل بالحماية. من افضل? الغربي. الغربي. ايه الغربي. والفرق الهائل بالفاير كونترول سيستم. منظومة ادارة النيران. فصارت عندنا فكرة ان نتجه للغربي. يعني تفكير جدي. وكان التفكير متجه للفرنسي. لللو كليارك. فانحنا كنا نشتغول بهاي الشغلة يعني. ما خلينا بدهنا ان ندخل الحرب. بالعكس. السلم لمدة طويلة يعني. وعادة التنظيم. وعادة التدريب. ما موجود. شون تلقيت خبر غزو الكويت? الغزو ما للكويت. انا قلت لك كنا تعبانين جدا بدراسات. وكانت عدنا الصنوف. كل صنف الى يوم. واني مسؤول عن الدروع. شيني يوم? يصير بي تتقدم دراسات. امام من? وزير الدفاع. يا استر كان الجيش. ويناقش. شنو الخلل اللي عندنا كان اثناء الحرب العراقية الايرانية. شلون نصلح? شلون نعدد. دروس تستفادوا. ايه. فنيا تعبويا من جميع النواحي. فكنا مجهدين. انا كان الفريق الركن محمد عبدالقادر. هو مدير محاول رئيسر كانت جيش للتدريب. اعطاني اجازة. قال يرتاح لي ان عندنا مراحل بقضايا تمارين تعبوية. ونسبة احتمال الاصابة. وتدمير. ويعني فد قضايا معينة. نسويها بغرب الثرثار. فليس اذكر كان يوم خميس. خميس طعم. ايه. اثنين اهب خميس. اثنين اهب خميس. الصبح. زوجتي قاعدتني. قالت ما ادري اخبار الكويت. وقلبة الاذاعة. والعراق قسموه الى اقسام. وصار حليا مدير شو. نزلت في الرأس انداء اسمع الاخبار. شنو ثورة بالكويت. وفتة امنوا بربهم. ايه. شنو عقيد هذا من الكويت. على احسن علي. انا عندي دورة تدرب بالكويت. عندي دورة معلمي اسلحة شيفتن بالكويت. من تفقين الكويتين عليها. ايه. انا عندي علاقة قوية بقيادة القوات البرية الكويتية. انا اختاريت لهم الدبابة تي اثنين وسبعين. اليوغسلافية بدل من الروسية. منزارني قائد القوات البرية الكويتية. وحلفني بالقرآن ياه احسن. ليش حلفني بالقرآن؟ هو قلت لك استقبلته. واني اجاني امر بالتليفون. كنت امر دروع. كنت امر مع هذا الدروع. مع هذا الدروع. اجاني امر منه. منه احسن. اش اسمه. اه. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. احمد احسين. احمد احسين اخذير. شخصيا. خابرني. قال لي شيري دون منك الكويتين اللي جايك وفد. تقدم لهم. كم احد اما. كان قلت لك عقيد. اللي افتهمت هو قائد القوات البرية ويافد عشرة. هاي ايش انا. هاي ورا الحرب يعني بالثمانية وثمانين هي شيء. فشوفتهم الدبابة اثنين وسبعين. من جميع عنا واحد صفوف شوفتهم دبابات المقطعية واستظافيتهم بشكل جيد. خلصنا قلت لها عندنا بعد تريد شوفك شون ترمي الدبابات. قال لي ما احتاج. اريد انفردوا اياك. انفرد. اي. اي. قلت له نانو على صفحة. قال لي لا. المكتبك. رحنا المكتب. طلع قرآن من جيبة خلا. قال لي احلف بالقرآن. قلت لي يا متراني لا متدين ولا. على شنو. هو عليه ايش احلف. قال لي احلف لي بالقرآن. تصدقني القوي. حلفت له بالقرآن يا وسط. قال اني عندي معلومات عنك انت مشتغل بالمنظومة السيطرة على النار. الفاير كنترول سيستم مع الدبابة 72 اليوغسلافية. وانت امر كتيبة مع الدبابة 72 الروسية. ياه احسن. اي هم افضل. لا قلت له اليوغسلافية افضل. لان الفاير كنترول سيستم ما لهم الدبابة اليوبرد. وما موجودة بالروسية. يعني بها رد فعل اعلى من الروسية بهاي. رجال بوسني وشكرني. فاحنا هذه علاقات. راح اشتروه. اشتروه. انا هاي علاقتنا بهم. علاقة طيبة. اضافة انا فترة طويلة. شنو المساعدات اللي يجابوها الكويتين للعراق. شي ما معقولة. شنو يجابوه. انت لا تحشي لي انه الحكومة الكويتية كانت تدفع عقود او او ادزل. احشي لي المواطن الكويتش قدم للعراق. احشي لي الشركات. شنو نشيل التليفون نريد اسعافات فترة عشرة. ادزل لك خمسين. هاي بالحرب. ايه. يعني وعوائل كاملة يعني من الكويت. يعني مثلا تخابر قول ال. قول للوزير عمتك فلانة تريد تدخل البغداد. هاي ايام البر وما بر. هيش علاقة قوية. اما العلاقة بين عدنا خير الله وسعد العبدالله خرافية. وطينة. بشكل. يعني من يجي وقت تشمه بالكويت. هذا الموسم ما اللي اللي لكتهم يتشمه. تجي الاسلال ما اللي تشمه بشكل يخبر وكل واحد اسمه. انا ما شايفه شي. العدنا خير الله. عدنا خير الله يرد بتمن العنبر ما للمشخاب مدري ما لما. ودهن الحر اللي هو يأشقه. يعني علاقة ما تتصورها. شلون نحتل الكويت. مو نحتل الكويت. شو يصير انقلاب بالكويت واحنا نوقف وياه. المهم خابرني مدير المكتب المالي. قلت لشك وقال سيدي. مدير المكتب من? مكتبي. فرحت لهناك. قابلت التلفزيون. شا سوي ما اعرف. وبالتلفزيون بدت تشكيل فرقة آلية. تشكيل فرقة مدرعة. من يشكل غيراني. زين ما نجي. جمعت هي اتركني. خصوصا الشعبة الفنية. اللي كان عليها في الظابط. متمكن جدا. عم يدركن سعد اسماعيل شهد. هذا الشيء تسمي بالكلفات. قال لي سيدي اسأل منهم. عدنا الوية مستقلة. مشات آلي ودروع. هذي نجمعها لواء آلية. لواء مشات. ونسوي لها مقار. وتصير فرقة. فقعدنا على السريع بالورق. كل القالة وعلي الفرق. شكناها على الورق. فتدري يعني انتظر قعد يعني. دق التليفون. دق التليفون. الفريق ركن. فريق اول ركن نزار الخزرجي. رئيس سركان الجيش. رئيس سركان الجيش. شين لها قضية. شي سوي رئيس سركان الجيش هنا. وهذا تصير بالكويت يعني. وقعد بالدفاع. شي سوي. هو ايضا من عادة الرجل من يشيل التليفون هادئ وسلم. بدون سابق انظار. عبدالقادر تدت شوف التلفزيون. قلت له نعم سيدة شوف التلفزيون. وش راح تسوي. قلت له سيدي هيئت كل اموري واقدر اجزك. قال لي اترك كل شي وتفضل يعني. رحت للوزارة. الوزارة لا شيء. سلم اي شيء ماكو. دخلت على رئيس الاركان. اديت له التحية. وعرضت له اللي انا مسوي. فما تصور ساعات تشقية كبيرة. انه يقدر يجاو. فهذه الوثائق صورها ونطعني النسخة الاصلية. وقال لي تهيئ انت تترقس لجنة حتى تشكل هاي الفرق. ميدي طبعا. اطلاقا. وكلش مزعوج. يعني امبين عليه. اطلعت دا انزل. اجاني ضابط ركن. قال لي السيد الوزير يريدك. عبدالجبارشانش. عبدالجبارشانش. وكذا. يعني هاي الفرق تترتب. قلت له سيدي. خلال اسبوع عشر ايام. لان قلت له عندنا احتياط ضباط ودنيا تدري. هاي ورا ما خلصت الحرب العراقية. عدد هائل من الضباط عندنا وضباط الركن. قلت له تترتب. وتتكاملوا. ان شاء الله خيال. فلا كانت الوزارة تدري. ولا رئاسة كانت الجيش تدري. هذا الوضع العام. على ذكر عبدالجبارشانش. ونرجع للكويت بعد. كان الى دور في دارة الجيش بشكل صحيح. يقدم خطط حقيقية. يتحدثون عن كفاءته. بس ما احد يتحدث عن عبدالجبارشانش. اصلا. عبدالجبارشانش. ضابط ركن دقيق جدا. يعني. اذا رحت على الفريق اول ركن عبدالجبارشانش. وقلت له احنا بالتنظيم ريدن زيد جندي. انضيف للملاك جندي. يقعد يحسب لك هذا الجندي بهذه الحضيرة او بهذا المكان. راح يكون موجود كذا عدد مكان. راح يصير كذا ميت جندي. وجندي الرادلة من رأسها ومن هذه. ويطلع لك خلال دقائق قد الحساب المطلوب. هل احنا ندار على الميزانية وناخذ لو نقدر نكتفي بدون هذا الجندي. وبنفس الوقت تدري هو من اكفأ معلمي كلية الاركان. واحد مؤسسي كلية الاركان في الاردن. ضابط ركن متميز. فاعداد الخطط وترتيبها جدا دقيق. شون كان عاطب عدنان خير الله. ممتاز جدا. عدنان يحبها ويقدرها ليس فقط كضابط اقدم منه وانما حتى كأب. ويحترم احترام غير طبيعي يعني. يعني مرات ما تنزل من حلقة عدنان خير الله من يريد يحشي وياه. يقول لي الفريق اول الركن. لكن للأسف في احد المؤتمرات. حسين كامل في احد المؤتمرات. من يندار ويحشي ويا عبدالجبان شاشر يقول لي ابو مثنى. جين صدام يقول لي ابو مثنى فهو يقلت. ابو مثنى. بينما يمكن حسين كامل حفيدة. شكلت الفرق اللي على الورق. كلها شكلناه. شكلناه وشكلناه بعد فوقها. مين كان يدري بدخول الكويت؟ من الضباط الكبار. مسموعات. يعني انا ما اقدر مثلا انطيك يعني بس المؤكد. بس المؤكد. المؤكد نزال خزره جماعيدي. عبدالجبان شاشر ما يدري. ما يدري. يعني اللي اللي معروفين انه يدرون فريق صابر يدري. صابر يدري؟ صابر هاشم يدري. كان شنو سلطان؟ معاون العمليات. شمعنى معاون يدري. شمعنى معاون يدري ورئيه سركان الجيش ما يدري. هذا الموضوع هو هذا هذا الخلل يعني. واصور احسين رشيد يدري. اهدفتيحي. اه قائد اهدفتيح. هو قائد العملية. لان العملية قائد الحرس الجمهوري. زين انتو كضباط ركونوا ضباط كبار بالجيش. شكنتوا تهمسون بياناتكم يعني. يعني يعني العراق دخل الكويت. شنو هذا بير. اه نحنى. اول مرة انفردت بنفسي في معسكر الدراهمية المقر المتقدم المدير الدروع. وحدي بالغرفة بشيت. وبياني وبيان نفسي قلت العراق انتهى. من ذا كله؟ نعم. هذي ذا حتشي لك خمسة ستة اهب. صارت مؤتمرات عسكرية لمناقشة من الجانب السوقي والتعب والخطط. اللي صار بعد ما صارت العملية صدر امر من القائد العام للقوات المسلحة بتكليف مدير الدروع العميد الركن عبدالقادر محمد جاسم بتشكيل لجنة لدراسة الاخطاء والمعوقات اللي رافقت عملية يوم النداء. يا شين الاخطاء؟ يعني اش صار؟ هل التنفيذ كان دقيق؟ هل التنفيذ كان صحيح؟ وين اخطأنا؟ وين اخطأنا؟ اخطأنا؟ انت ما كنت وياها مش مادريك؟ اسألهم. يعني غير حروحا يعني. مو هنا تجي مو بس اخطاء تعبوية اخطاء فنية. هل كانت آلياتنا ودباباتنا؟ قال طائرات عشرات الطائرات سقطت عمدت الكهرباء؟ السمتيات. هو على هذه. فقال اللجنة اللي وياها اللجنة فنية من القوات البرية. اللجنة فنية وطيارين ومستخدمين من القوات الجوية. واللجنة اللي وياها من طياران الجيش. ورحتوا ميدانيا تشوفون. ميدانيا سمتيات وكنا نفتر هناك ونزلنا على واحد واحد وتعاملنا ويكل. لحد مستوى امر رعيل وامر حضيرة. امر طائفة. يعني ابسط مثل اقول لك. أستاذ جماعة عبالهم طائفة معود. عبالهم مو امر طائفة. لا يا ابا مو طائفة الدينية. طائفة الدبابة طاقم. طاقم يسمي طاقم. طاقم. مو امر طائفة. لا 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 طاقم. فمن الاخطاء يعني اللي كانت كارثية في دخول الكويت. كان كل استعراض مال التسعين. بالاستعراض مال التسعين. انا كنت مشرف على الرتل الآلي والمدرع. اللي كان مفروض بيصير مؤامرة الجبور. الجبور. الدبابة 72 بيها ذاكرة. لان الاملاء مالها طوعي. يعني هي تمليها انت بضغط ازرار. هاي الذاكرة شايليها. شناها بوقتها. حتى ما ترمي الدبابة اطلاقا. انا الذاكرة مريوحة. مشيولة. شلتوها بالاستعراض. اي بالاستعراض. هاي الذاكرة منترجعها لها تنظيم خاص. ممنظمة. ممنظمة. هذا شيء ادي انه انت من ترمي ترمي بالدبابة. جائز المقذوفة توقع خمس مترات قدامك. او توقع ابعد من الهدف بمئة مئتين متر. الذاكرة. اي ما ببرمجة. اي ما ببرمجة. ما تطل الارتفاع المطلوب. فجميع الدبابات من دخلة الكويت بهذا الوضع. زيل كل الدبابات شلتوها الـ 72 كلها شلتو الذاكرة. كل. هي استعرضت كلها شكوعة. شقد هن تقريبا عدنين. احنا ما ذلك كانت فرقتين تقريبا. يعني عداية نشقد الدبابات. اي يعني الفرقتين يعني ما تطلع مئتين مئتين وخمسين دبابة بهذا الحدود. اللي استعرضت. كلها المرفوعة من الذاكرة. لازم. امن. انت حتى اذا ارجع للاستعرض. تلقي الرشاشة. مقاومة الطائرات. موجودة للخلف. مو للأمام. ومقفولة. هاي جزء من الامن. لا بس هي الذاكرة. يعني احنا دخلنا للكويت. لو مش تبكين. كل دباباتنا تروح. ما نصيب. زينها شون ما انتبهوا لين. ما اعرف. لان الامر رجع سريع. ومربك. ما حد يدري. لا يمكن ان يكون الوحدات والتشكيلات مهيئة. ومن يجيهم هيجي شيء هذا موضوع فني. ما لحقوا عليه يعني. بس بين بين كانون الثاني. سبع تشرف اثمان تشرف. اي اي. شون ما رجعوا. ما اعرف. هذا من الامور. بالطبع هذا تقريرين كتب كبير. وبوقتها طلبوا مني. ان اقعد امام اياد افتيح. انا ولجنتي. واياد افتيح وقبالنا. وحضروا رئيسر كان الجيش وغيرها. يصير نقاش. وكان رحمة الله على روحها اياد افتيح. زعلان كلش لان انا دعشيه. واني قتله. قتله لو. الكويتيين. امهيئين نفسهم. وناشرين قواتهم على المطلع. وعدهم لواء ما ادري السادس ما ادري اش اسمه. يصير مانع او جانبي على الطريق. مصاد. اي. على الطريق صفوان المطلع. فليطلعون منكم نفاخ نار. كلهم يبيدوه. يبيدوه. وخصوصا الكويتين ايش. عدهم صواريخ ضد الدبابات التاو. محمولة على ناقلات اشخاص مدرع ايام 113. يعني هذي لو من تشرح على المطلع. مستحيل تعبر دبابة. لكن الكارثة اللي موجودة وشفتها بالكويت. خلال وجودنا هناك. انه. ليلة واحد على اثنين قاب. سمحت القيادة الكويتية. ان تنطي عشر طلقات للحرس مع الباب النظام. بس. بس. ولقيت دبابات كويتية. شفتين وفيكارز. بالخزن. تعرف الخزن حتى تفكش قدية الرادلة. الرادلة كاربعة ايام. خلنا نرجع. لدينا بقية كلام عن الكويت. لكن بالحلقة الثالثة. مشاهدي الكرام انتظرونا في حلقة ثالثة. معاش تريد. من شهادة. وزير الدفاع الاسبق الفريق اول الركن عبدالقادر العبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.